موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رجل ريدمشن توزا اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن الشخصية الاسطورية الذيبة سيدي ادلر طبعا زي ما وعدتكم في مقطع العصر اني رح اتكلم عن سيدي ادلر وها هو المقطع اللهبي نزل الان فتعالوا سويا نخش في المقطع اولا روكستار رسميا اضافت الذيبة سيدي ادلر الى الاولاين وسيدي هذه المرة موجود معاها زوجها واسمه جايك ادلر طبعا مهماتهم رح تكون مهمات كسترينجر برتقالية منتشرة في الماب بالنسبة لمكانهم رح يكون نفس مكان مزرعتهم في الاولاين في الولاية الثلجية وتحديدا هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا اول مرة رح تقابل فيها ثنائي ادلر هذا اللي رح يصير اشتركوا في القناة ما في الحال لطبعا تطني أنك سياحيي؟ أو ما؟ أسقط؟ سياحييين أحسنت جيدا لأننا نحث نحن نحن يتبعوني إن قديني إبقاء ما أنك؟ هل فرح وقتا إلى incl violent ما سأنه؟ أم لا إلا تزحين أم لا إلا تود معنائهم نحن 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 بالكام ستطح لدي أدل تحسين المستطرين أما أستطيع المستطرة لأنني نحن نحن لم ترد أي طريقا من قرأنا محن أصدعنا ساعدنا كما شفتو هذا هو الزوج سيدي أدلر وصراحة شخصية حلوة وجدا جدا طيبة وحبوبة وترحب بجميع الناس الغرباء لذلك سيدي أدلر لما مات زوجها انهارت تماما وصارت يعني في حالة جدا جدا سيئة لأنها تقريبا خسرت جزء كبير جدا من حياتها ومن طيبة زوجها أيضا زي ما شفنا سيدي أدلر كعادتها يعني ذيبة لهبية متوحشة لا تخاف من أي حاجة ما في أي شيء يخيفها لهبية سيدي أدلر طيب خلونا نتكلم على جيك أدلر بناء على ما عندنا من معلومات أولا شيء رهيب صراحة إن نقابل جيك أدلر وهو حي خصوصا يعني إنه أول مرة قابلناه كانت في الأوفلاين وكان ميت وعبارة عن جثة فقط طوال التختيم سيدي أدلر كانت تكلم أرثر مورغن عن قد إيش كان رجل طيب وحبوب ومحب للخير وما يحب الأذية إطلاقا وفعلا شفنا هذا الشيء في جاك أدلر جاك جيك أدلر لما قابلناه ثانيا أول ما خشينا على جيك أدلر على طول جيك قال هل أنت هنا لتسرقني طبعا كلام يعني محير ممكن ما تفهموا طبعا الظاهر إنه جيك أدلر وسيدي أدلر كانوا للأسف متعودين إنهم ينسرقون مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا لعدة مرات وفعلا زي ما تعرفون أحد السرقات اللي صارت لهم كانت من عصابة الأوردريسكلز بسبب هذه السرقة جيك أدلر مات وتوفى وسيدي أدلر أصبحت في حالة سيئة ولاحقا انضمت لعصابة دوتش طبعا حنا ما نعرف العديد من التفاصيل عن هذه السرقة اللي فيها قتل جيك أدلر من قبل الأوردريسكلز طبعا هل كان الأوردريسكلز كثيرين لذلك مات هل الأوردريسكل هاجموهم بشكل مباغت وهم غير مستعدين أو انه جيك أدلر شخصية ضعيفة ولم يستطع المقاومة والتجهيز للأوردريسكلز صراحة أمرهم محيط أبغاكم تشاركوني آراءكم ايش تتوقعون صار في مزرعة جيك أدلر وسيدي أدلر أبغا كنا اللي بداخلكم يطلع اليوم طبعا مهمتهم جدا جدا بسيطة راح تروح إلى مكان معين عشان تسترجع العربة المسروقة حقهم وترجعها للعائلة أدلر طبعا لما ترجعها لهم راح يجي كاتسين بسيط انك عديت المهمة طبعا لما تخش للبيت مرة أخرى راح تحصل جيك أدلر قاعد يقرأ كتاب معين ورح يقول لك التالي طبعا من المصادفات الغريبة صراحة في استبل الأحصنة للمزرعة حقهم راح تحصل هذا الحصان ولو تركزون الحصان هذا هو نفس الحصان اللي روضوا آرثر مورغين في طور القصة نفسه بالضبط مع جميع التفاصيل شي رهيب صراحة درجة المصداقية اللي وصلت لها روكستار في ألعابها طبعا بالنسبة للمرة الثانية اللي راح تزورهم فيها هذا اللي راح يصير زي ما شفتوا هذه المرة اللي أعطتنا المهمة هي سيدي أدلر وليس جايك أدلر وطلبت مننا إننا نتخلص من شخص معين سرق الدجاج حقهم مهمة بسيطة جدا كل اللي عليك إنك تتوجه للمكان الفلاني ورح تحصل شخص اقتلوب كذا تنتهي المهمة طبعا المرات الجاية اللي راح تجيهم راح تحصل سيدي أدلر فقط جايك أدلر ما راح تحصله فما أدري صراحة هل هم شغالين شفتات واحد يجي في الليل والثاني يجي في الصباح أو إنه فقط جايك أدلر ظهر مرة واحدة وما راح يظهر مرة أخرى أنا صراحة قابلت فقط في البداية وبعدها كل المرات كانت سيدي أدلر سيدي أدلر سيدي أدلر أبدا ما حصلت جايك أدلر للمرة الثانية فسؤالي يا لهبيين هل قد قابلت جايك أدلر مرة أخرى بعد المرة الأولى شاركوني آراءكم طيب راح ننهي مقطعنا بالكلام التالي زي ما قلنا سابقا ظهور سيدي أدلر في الأولاين يوضح لنا ويأكد لنا إننا راح نشوف بقية العيال وأفراد العصابة في أولاين ريدد ريديمشن راح نشوف دوتش راح نشوف آرثر مورغين جون مورستين كيرين دوفي ممكن أبيغيل مورستين أو ممكن أنكل حتى ممكن خوسيا ماثيوز صراحة متحمس جدا لهم وأتمنى مهماتهم تكون شيء كبير وما تكون يعني مهمات جانبية أتمنى مثلا أرثر مورغين أو دوتش فندرليند يكون مهمتهم سرقة بنك رئيسية راح يكون شيء عظيم جدا وليش رايكم يا لهبيين وهذه هي سيدي أدلر وجاك أدلر في أولاين ريدد ريديمشن مهماتهم جدا جدا رهيبة وإن شاء الله في الأيام القادمة راح نغطي الشخصية الثانية اللي ظهرت ألا وهي بلاك بيل زي ما تعرفون ظهرت في الأولاين ورح نتكلم عن قصتها من الألف لليا وموضوعها في الأولاين طيب يا لهبيين شاركوني آراءكم في خانة التعليقات عن سيدي أدلر هل عجبتكم أو لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ولا تجيكم سيدي أدلر تدمركم تدمير يلا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة